حتى يتبين لهم أنه الحق النبي أكد لنا أنه ما من شيء أحب إلى الله من العمل الصالح في هذه الأيام العشر يعني إذا أردت أن تقوم بعمل صالح قم به الآن أخي الحبيب إذا كان لديك مشكلة في بيتك في أهلك مع صديق مع قريب في عملك أفضل وقت لإصلاح المشاكل هو هذا الوقت لأن الله يحب هذه الأيام يحب فيها العمل الصالح والفجر وليال عشر يكفي أن الله أقسم بهذه الليالي العشر انظر معي أخي الحبيب عشرة أيام في كل سنة فقط إما أن تقدم فيها الأعمال الخير وأعمال البر وإما أن تتحسر وتكون كما قال الله في هذه السورة المباركة يوم يتذكر الإنسان ما سعى يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولكن للأسف في ذلك اليوم يوم القيامة لا ينفع الندم في لحظة الموت أخي الحبيب لا ينفعك الندم أنت الآن آمن مطمئن تستطيع أن تفعل الكثير حتى لو لم يكن معك درهم ولا دينار ولا تملك أي شيء من الدنيا تستطيع أن تدعو إلى الله لن يكلفك شيئا تستطيع أن تبتسم كصدقة وتبسمك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة تستطيع أن تتكلم بكلمة طيبة طيب إن لم تستطع أن تفعل شيئا كف أذاك عن الناس فهذا لك صدقة لا تؤذي أحدا سبحان الله بعض الناس إذا لم يستطع فعل الخير يؤذي الآخرين يمنع الخير عن الآخرين وهذه مشكلة تنعكس عليك لأننا كلنا أحبة في الله على موعد مع الموت الموت قريب جدا ونحن على موعد مع الموت فهذا اللقاء مع الموت قريب ممكن أن يحصل في أي لحظة أي لحظة غير متوقعة لأن الله أخفى موعد الأجل وموعد الموت أخفاه عننا لحكمة عظيمة جدا ففي ذلك اليوم يؤتى بجهنم طبعا سورة الفجر سورة عظيمة جدا أخي الحبيب لماذا ختمت بهذه الخاتمة ليقول لك هذه الأيام حاسمة أين تضع نفسك وجاء يومئذ بجهنم جهنم سوف تعرض أمام الخلائق يوم القيامة يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى نحن قلنا في دراسة علمية حديثة أن لحظة خروج الروح في هذه اللحظة يمر شريط ذكريات الإنسان يومض أمام عينيه وهو يموت وهو على فراش الموت يتذكر أخطاءه يتذكر ماضيه يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب يعني يا رب أرجعني دقائق فقط فأصدق وأكم من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذن أخي الحبيب عندما يؤتى بجهنم ويؤتى بالجنة يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا أحد يعذب عن الآخر ولا أحد يحاسب عن الآخر هنا يأتي الشخص الذي أنفق وتصدق وعمل من الصالحات ونسي الغضب والانتقام وهذه الضغائن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مثل هذا الإنسان أيها الأحبة الذي عمل الخير وركز على فعل الخيرات بخاصة في هذه الأيام التي يحبها الله تبارك وتعالى سيقول له الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بالله عليك أنت في الدنيا من يحرص على رضاك الآن أنت الآن فكر كم شخص من حولك يحرص على رضاك ليس لطمع مادي وليس لطمع في مصلحة معينة كم شخص يحبك بإخلاص ويحرص على رضاك القليل جدا الله سيرضيك يوم القيانة سيجعل نفسك راضية مرضية لا حزن ولا خوف ولا ألم ولا قلق عبارة عن رضا حالة الرضا فإذا أردت أن يرضيك الله بعد الموت يجب الآن أخي الحبيب أن ترضي من حولك أن تتسامح معهم أكثر صفة يحبها الآن يحبها الملك سبحانه وتعالى في الإنسان العفو التسامح لذلك في أهم ليلة من السنة وهي ليلة القدر كما نعلم شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه إذن هذا الإله يحب العفو فأنا عندما أعفو عمن ظلمني أتسامح مع من أساءلي أتجاوز عمن أكل حقي أصفح عمن آذاني مثلا ما هي النتيجة سيعفو الله عنك ويرضيك ويجعل نفسك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لذلك أخي الحبيب في هذا الشهر الكريم في هذه الأيام المباركة كثير من الناس ينصح بالتصدق بعمل الخير ولكن هناك أعمال صدقني أهم بكثير الدعوة إلى الله أخي الحبيب أنت عندما تطعم فقيرا تنقذه من الموت ولكن عندما تكون سببا في هداية ملحد أنت تنقذه من حفرة من حفر النار والهياذ بالله عندما تكون سببا في هداية إنسان إلى طريق الله هذا أهم بكثير من الطعام والشراب لأن الناس كلهم بالنتيجة يعيشون ويأكلون بالقلة أو بالكثرة ولكن نحن قصرنا كثيرا في الدعوة إلى الله والله تعالى يقول ومن أحسن قولا ما هو أحسن قول ما هو أفضل شيء تقوله في هذه الأيام المباركة ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إذن الدعوة إلى الله أخي الحبيب عمل من أعظم وهو رسالة الأنبياء ما هي رسالة النبي الأساسية عليه الصلاة والسلام التي جاء بها هي الدعوة إلى الله هي تبليغ القرآن تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله أخي الحبيب تحتاج إلى تدبر في القرآن لأن الجاهل لا يستطيع أن يدعو تدبر القرآن هذا ودراسة القرآن والتعمق فيه سيصلح أخلاقك كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا عصب لا أستطيع أن أتحمل لماذا؟ لأنه جاهل لأنك لو تدبرت القرآن ورأيت فقط مواقف يوم القيامة وموقف الموت ورأيت أن هذه الدنيا لا تستحق أن تغضب من أجلها ستجد نفسك في حالة شديدة لأطمئنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيّنه حياة طيبة إذن أخي الحبيب أنا أدلك على عملين فقط هما يفتحا لك أبواب الخير أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الإنسان قد ينفق الكثير ويفعل خيرا ويظن نفسه أن هذا الخير هو خير له ولكن قد يكون ليس فيه إخلاص وهو لا يدري قد ينفق ولكن يمنن الآخرين يؤذيهم بكلامه أو لا يشعر قد ينفق رياءا وتكبرا وليقول الناس عنه إنه جواد إنه كريم أنت تقذف بنفسك في نهر جهنم وأنت لا تشعر لأنك لم تطلع على حديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي يقول أول ما تسعر به من نار منهم رجل أنفق وتصدق وكذا ولكن كان هدفه ليقال هو كريم أو هو جواد فيلقى في النار ولياذ بالله لأن الله لا يقبل إلا العمل الصالح طيب أنا نفسي من أين جئت بهذه الثقافة وهذه المعلومات من القرآن أنا قبل قراءة القرآن لم يكن لدي هذا العلم ولكن كلما تدبرت القرآن وقرأت القرآن وتعمقت في آيات القرآن سوف تكتشف حقائق أولا تحسن أخلاقك تعاملك مع الآخرين تحسن سلوكك تجعلك من أكثر الناس تسامحا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض تدبر القرآن وفهم القرآن أخي الحبيب يجعلك من أحسن الناس أخلاقا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عندما سأله الصحابة الكرام كيف نكون معك في الجنة كيف نكون قريبين منك في الجنة ماذا قال لهم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طيب أنا من أين أحصل على حسن الخلق كيف أجبر نفسي على أن أتسامح مع الآخرين كيف أكظم الغيظ كيف أصبر صبرا جميلا مثل سيدنا يعقوب عندما قال فصبر جميل كيف أتسامح مع الآخرين كيف أتمالك أعصابي كل هذا يأتي من خلال فهمك ودراستك وتدبرك للقرآن العظيم فتدبر القرآن يقوم أخلاقك يجعلك يجعلك أكثر إخلاصا في عبادتك ستدرك من هذا الإله الذي أعبده ما هي قوته وما قدر الله حق قدره كثير من المسلمين يعبدون الله سبحانه وتعالى وهم لا يعلمون من هو الله إذا أصابه مكروه يلجأ لغير الله إذا أصابه أذن يفقد الثقة بالله تماما ييأس مثل هذا الإنسان لو قرأ آية من القرآن وردت على لسان سيدنا يعقوب عندما يأس أبناؤه والأهل جميعا يأسوا من إيجاد سيدنا يوسف اختفى أكله الذئب ومضى عشرات السنين على ذلك كلهم يأسوا وحاولوا أن يزرعوا اليأس في نفس يعقوب ماذا قال لهم عليه السلام يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا تصوروا كل هذا العمر وهو يقول لهم بعد كل ما فقده ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اليأس يساوي الكفر إذا يأست من روح الله ومن رحمة الله ومن كرم الله ورزق الله سبحانه وتعالى أنت كافر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أنا هذه الآية تفاعلت معها بشكل كبير ولازلت أتفاعل حتى الآن فكلما أصابني ذرة من يأس أتذكر هذه الآية فأجد في داخلي طاقة هائلة طاقة هائلة من الأمل برحمة الله تعينني على الاستمرار تعينني على أن يعني أثق بالله أكثر سبحانه وتعالى فهذا العلم أخي الحبيب من أين ستأتي به؟ من القرآن وبالتالي عندما تتدبر هذا القرآن تدبر القرآن سيفتح لك أبواب الخير سيفتح لك أبواب العبادات كثير من الناس يصلي بعمل ميكانيكي فقط لا يتذوق طعم الصلاة كثير من الناس يصوم ولا يتذوق حلاوة الصيام لا يتذوق لذة هذه العبادات تدبر القرآن سيجعلك تشعر بلذة العبادة لذة المناجاة لله لذة قيام الليل سيجعلك تشعر بحلاوة الصيام بحلاوة القرب من الله بحلاوة الدعاء لله عز وجل لذلك أخي الكريم تدبر القرآن والدعوة إلى الله مادم تدعو إلى الله فأنت تبث الخير تنشر الأمل تنشر الخير وبنفس الوقت أنت تتدبر القرآن وتأخذ هذا النور من القرآن وأنت تتحول إلى مصباح يضيء للآخرين هذا هو المسلم أخي الحبيب ليس المسلم الذي يعمل ليلة نهارا ويلهث وراء لقمة العيش ثم يأتي في آخر النهار ويقول الحمد لله أنا لست جائع وبيتي موجود ومالي موجود وأولادي وكذا هل هذا هو الإسلام إذن إذن لماذا قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ما معنى خير أمة طيب الملحد يأكل ويشرب أفضل منا ويخترع تكنولوجيا ويطقن عمله أكثر من كثير من المسلمين للأسف ويستمتع بحياته أكثر طيب ما الفرق بينك وبينه هل القضية قضية طعام وشر لا لماذا كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا اسأل نفسك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا لم يكن لديك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إذن أنت لماذا تعيش ما هو الهدف من حياتك المسلم باختصار أخي الحبيب هو مصباح يستمد نوره من القرآن ومن السنة المطهرة وينعكس هذا النور ويشع على من حوله لذلك يعني أنا أنصح بالإكثار من الأعمال الصالحة في هذا الشهر من تدبر القرآن تحديدا الدعوة إلى الله أن تنشر أي معلومة نافعة تصادفها بالإضافة أخي الحبيب للعفو والتسامح وبر الوالدين أن تفرح أمك مثلا بهدية مثلا أو بكلمة تفرح أباك تفرح يعني من حولك من الأرخام أن تصل رحمك ولو بمكالمة تليفون ولو برسالة وصاب لا مشكلة المهم أن تقوم بعمل في أن تصل الرحم أن تبر والديك وهذا طبعا من الأسباب القوية لطول العمر وزيادة الرزق نسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذه الأيان المباركة على فعل الخيرات وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق